الممنوع من الصرف ما هو الصرف؟ الصرف هو التنوين إذن هل كل الأسماء مصروفة أو يلحقها التنوين؟ لا، ليست كلها يلحقها التنوين الممنوع من الصرف لسبب واحد والممنوع من الصرف لسببين الممنوع من الصرف لسبب واحد ينقصم إلى نوعين النوع الأول صيغة منتهى الجموع وهي كل جمع تكسير ألفه ثالثة زائدة بعدها حرفان مثل قنابل مدافع أو ثلاثة أوسطها ساكن مثل أكاذيب مقادير يعني تكون الألف زائدة على المفرد وليست من حروف الكلمة الأصلية ثم يكون بعدها حرفان أو ثلاثة حروف أوسطها ساكن فكلمة مدافع مثلا مفردها مدفع فإن كان أوسطها متحركا مثل صيارفة تلامذة لا تمنع من الصرف يعني إذا كانت الأحرف الثلاثة بعد الألف أوسطها متحرك لا تمنع من الصرف مثال العلماء والأطباء والشعراء هم مشاعر للنور ومصابيح التقدم وعناوين التحضر فالكلمات مشاعر ومصابيح وعناوين في المثال غير منونة أو نقول ممنوعة من الصرف لأنها جاءت على صيغة منتهى الجموع النوع الثاني ألف التأنيث المقصورة مثل دعوة ذكرى وهي الألف غير الأصلية ألف التأنيث الممدودة مثل صحراء علماء أنبياء وألف التأنيث الممدودة تكون في المؤنث مثل سمراء وصحراء وعلياء وتكون في جمع التكسير مثل شعراء وبلغاء ونشطاء مثال رفعت دعوة قضائية يوجد في مصر صحراء واسعة في المثال الأول كلمة دعوة منعت من الصرف لأنها مختومة بألف التأنيث المقصورة ومثلها في المثال الثاني صحراء لأنها ختمت بألف التأنيث الممدودة القاعدة يرفع الممنوع من الصرف بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ويشترط لتكون علامة جره الفتحة شرطان واحد ألا يكون مقترنا بألف اثنين ألا يكون مضافا فإن فقد أحد الشرطين فإنه يجر وعلامة جره الكسرة بدون تنوين مثل أصلي في المساجد الجامعة يفخر المصريون بكنائس القاهرة الأثرية اثنين الممنوع من الصرف لسببين يمنع من الصرف لسببين نوعان من الأسماء هما الأعلام والصفات ألف العلم الممنوع من الصرف يمنع العلم من الصرف التنوين في المواضع التالية واحد الأعلام المؤنثة ومنها ألف مؤنث في اللفظ والمعنى مثل هبة فاطمة مثال ذاكرت فاطمة الدرسة باء مؤنث في المعنى فقط زاد على ثلاثة أحرف مثل سعاد إذا كان العالم مؤنثا في المعنى فقط ومكونا من ثلاثة أحرف أوسطها ساكن يجوز صرفه ومنعه مثل فوز هند مصر وإذا كان وسطه متحركا يمنع من الصرف مثل سحر قمر ملك مثال سر المعلم من زينب أبا هند فلا تعجل علينا فزينب مؤنث في المعنى زاد على ثلاثة أحرف لذلك منع الإسم من الصرف وفي المثال جاء مجرورا بالفتحة وهند مؤنث في المعنى وهو ثلاث ساكن الوسط لذلك جاز صرفها وجاءت في المثال منونا مجرورا بالكسرة جيم مؤنث في اللفظ فقط مثل حمزة طلحة مثال قرأت عن حمزة بن عبد المطلب فحمزة علم مذكر لكنه ختم بتاء التأنيث لذلك منع من الصرف وفي المثال مجرور بالفتحة والآن ننتقل إلى الحالة الثانية للعلم الممنوع من الصرف وهي اتنين أن يكون علما أعجميا مثل إبراهيم يعقوب رمسيس يوسف مثال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين فيوسف علم أعجمي زاد على ثلاثة أحرف فمنع من الصرف ثلاثة أن يكون العلم منتهيا بألف ونون زائدتين مثل عدنان رمضان شعبان شدوان مثال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أربعة أن يكون علما على وزن الفعل مثل أحمد يزيد يثرب ينبع مثال يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا خمسة أن يكون علما مركبا تركيبا مسجيا مثل بور سعيد بور توفيق بعلبك حضر موت مثال حضر موت إحدى مدن اليمن ستة أن يكون علما على وزن فعل مثل عمر زحل قزح جحة مثال تبعد الأرض عن زحل كثيرا باء الصفة الممنوعة من الصرف تمنع الصفة من الصرف في المواضع التالية واحد أن تكون صفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعل مثل جوعان ريان مثال قال تعالى فرجع موسى إلى قومه غضان أسفا اثنين أن تكون صفة على وزن أفعل مثل أفضل أعظم أبيض مثال تبارك الله أحسن الخالقين ثلاثة أن تكون صفة من الألفاظ المحولة من الأعداد من واحد إلى عشرة على وزن فعال مفعل مثل قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع أربعة لفزة أخر وهي وصف لجمع مؤنث مفرده أخر فعلا التي مذكرها آخر أفعل مثال قال تعالى فعدة من أيام أخر ملاحظات وإرشادات إعراب الصفة من واحد إلى عشرة كما يلي تعرب في الأغلب حالا أحادي الأولى حال والثانية توكيد وكذلك مثنى الأولى حال والثانية توكيد وهكذا في ثلاث إلى عشار ومعشر